ببتدي دلوقتي في شرح خطوات عمل الخريطة الجيولوجية للطبقات الميلة خطوات عمل خريطة الجيولوجية الخاصة بطبقات الميلة في الحلقات اللي فاتت شرحنا الأسس دلوقتي هنعرف ايه هي الخطوات اللي بعملها لما شوف مسألة للخريطة الجيولوجية هتعمل ايه؟ انت دلوقتي قرأت مسألة اول حاجة بتعملها انك تفهم المسألة وتعمل العمود الجيولوجي شايفين العمود الجيلوجي اللي ظهر لنا عالمين ده؟ عمود مثلا استنتجته من مسألة المسألة لما استنتجتها وفهمت وعملت كل حاجة عملت العمود الجيلوجي بعديها وعرفت انا الطبق اللي فوق واني الطبق اللي تحت بس اختلف شوية عن العمود الجيلوجي بتاع طبقات الافقية ليه؟ عشر مال في العمود الجيلوجي كنا بنكتب خط الكنتور من كام لكام طيب دلوقتي نعمل ايه؟ دلوقتي بعد ما الطبقات حصلها ميل في العمود الجيلوجي هتكتب على الشمال سمك كل طبقة طيب وبعدين المرحلة الاولى يعني نعمل ايه؟ نعمل العمود الجيلوجي طيب المرحلة التانية تشوف المسألة وتعمل خطوط المضرب خطوط المضرب قلنا ليها تلات حالات من الحلقة اللي فاتت عرفنا ان ليها تلات حالات طب في المسألة دي اني حالة تلات نقط اه لا دي الحالة التالتة طب اني جزء في الحالة التالتة ده ده نقطتين على نفس خط الكنتور ونقطة على خط مختلف ايوة يبقى ده اه يبقى ده انا كده عرفته عرفت احل ال ازاي هعمل خط مضرب بيمر في النقطتين دول المفروض اعمل خط مضرب بيمر في النقطتين دول ليه لان هما نقطتين على نفس النقطة تمام عملت اول خط مضرب وبعدين هعمل خط برضو يوازي خط المضرب اللي انا عملته او قبل ما اعمل خط المضرب هكتب على خط المضرب ده الخط متين واتفقنا ان خط المضرب لما يمر بنقطة مكشف هياخد رقم نقطة المكشف طب نقطة المكشف دي عمل نسوك كام متين ومر فيها خط مضرب يبقى خط مضرب رقم كام متين تمام وكده اتفقنا ان خط المضرب ده خط مضرب متين طيب بعدين نعمل ايه عندي النقطة التالتة كده بقت سهلة خلاص انا عرفت هعمل ايه هعمل خط يوازي الخط اللي على الشمال يوازي الخط رقم متين يعني طيب واعمل في ايه هعمل خط مضرب بيمر في النقطة اللي هي تلتمية اللي على منسوب تلتمية بحيث يوازي الخط رقم متين انا بعمل بس الخطين كده انا عملت الخطوط كده عشان نفهم بس خطوات عمل الخريطة الجريجية تمام كده عملت الخط اللي بعده وده خط رقم كام هكتب عليه خط رقم تلتمية طيب هعرف بعد كده ايه هتكمل بقية الخطوط عادة طيب اكملها ازاي هشوف اول حاجة اتجاه الميل الخطوط بتقل في انهي اتجاه الشمال ولا اليمين ده تلتمية وعلى الشمال متين اه ده كده اتجاه الميل نحية الشمال يعني اعمل ايه انا دلوقتي عرفت الفاصل المضربي ما بين او المسافة المضربية ما بين الخطين دول نفس المسافة هعملها في بقية الخطوط تمام لو المسافة ما بين الخطين دول مثلا اتنين سنتي يبقى اجي جنب الخط متين ده على بعد اتنين سنتي من هنا مثلا واقوم عامل خط مضرب اتنين سنتي بوده اعملت خط مضرب متين اه خط مضرب مية طيب ده اقل حاجة في الخريطة مية ايه اللي هعمله بعد كده ملكش دعوة وكمل برضو على مسافة اتنين سنتي وعمل خط مضرب وهنعرف ليه تمام اتنين سنتي برضو ومتعامل خط واتنين سنتي وعملت خط تمام واتنين سنتي وعملت خط ونفس الكلام اتنين سنتي وعملت خط طيب خلاص ما فضلش اتنين سنتي كمان ده كده مفيش اتنين سنتي ده البروزة هو كده ما تعملش خط تاني يبقى نهيتك فين او ملوش لازمة اخر خط عملته له لانه ما بيمرش في خط كنتور تمام فتقف لحد ايه في عمل خطوط المضرب لحد ما تلاقي ان خلاص اه وصلت للاخر مفيش اتنين سنتي ده الاطارة هو اعمل خط مضرب فين واساسا خط المضرب اللي هعمله مثلا ما بيمرش او بيقطع خط كنتور يبقى ساعتها ما تعملش خط مضرب على يمين انا مثلا خط المضرب 300 على يمينه هيبقى خط مضرب كام انا عرفت الاتجاه بيقل لنحية الشمال طيب اللي على شمال المتين ده الاول نكتب رقم الخط اللي على شمال المتين هيبقى خط مضرب كام انا عرفت ان الخطوط بتقل لنحية الشمال طيب الفاصل ما بين الخط التاني كارقام بقى 300 متين اه ده يبقى كل مية اعمل هنا خط مضرب رقم مية ليه؟ لان الخط 300 بعديه على طول خط متين هيبقى بعديه على طول خط رقم كام مية تمام؟ وكتبت ان ده خط رقم مية وقفت لحد كده تمام؟ بعدين هتعمل ايه؟ هتعمل خطوط المضرب اللي على اليمين بقى هتعد اتنين سنتي من اول خط 300 ده ومعامل خط تمام؟ عملنا اول خط وبعدين هتعمل اتنين سنتي وبعد كده خط تمام؟ اتنين سنتي وعملت خط اتنين سنتي وبرده عملت خط واراعي ان المسافات ما بينهم تكون متوازية وكمان اراعي برضو ان المسافة تكون موحدة انا بعمل كده بس عشان نفهم مع بعض الخريطة اتنين سنتي وعملت خط وبرده نفس الكلام لقيت ان انا خلاص وصلت للاخر هعمل ايه بعد كده؟ هرقم خطوط المضرب 300 على يمين هيبقى خط مضرب كام؟ احنا اتفقنا انها ماشية كل 100 خلاص ليه؟ ان الفصل الكنتوري ماشي كل 100 واخطوط المضرب اللي رقمتها رقمت 300 بعد كده 200 يعني هامشي كل 100 وعرفت انه بيقل في الاتجاه الشمال يعني بيزيد في الاتجاه اللي هو اللي على يمين يعني هنعمل ايه بعد كده؟ هنكتب على خط المضرب اللي على يمين التلتمية ده هنكتب عليه ربعمية طب وخط المضرب اللي على يمين ربعمية هيبقى خمسمية انا ماشي كل ده بعمل لان عندي خطوط الكنتور وصل لحد 900 يعني اكبر خط الكنتور عندي 900 فافضل ارقم خطوط المضرب عندي 500 بعد كده 600 وبعدين 700 معلش اسف وانا برقم نسيت اقول ملحوظة وانا برقم اشوف خط المضرب اه اللي انا هكتب عليه 800 بيقطع خط كنتور 800 ولا لا اه؟ لا ده مفيش تقاطع طب 700 اه ده 700 في تقاطع ما بينه بين خط كنتور 700 اه ده ساعتها هرقم على طول لكن الرقم الخط المضرب اللي كده عليه 800 ده هل هو بيقطع خط المضرب 800 ولا لا؟ ما بيقطعش خط المضرب 800 يبقى ما كتبش عليه حاجة دلوقتي تمام؟ وما كتبش برضو نفس الكلام للخط رقم 900 هو اه رقم 900 بس ما بيقطعش خط كنتور 900 تمام؟ فاعمل ايه؟ اسيب الخطين دول مرقمهمش تمام؟ واكمل برضو بقية الارقام عندي كده انا خلصت المرحلة اللي بعديه ايه يا المرحلة اللي بعديه هنرسمت خطوط المضرب هخلصت من اول مرحلة ان انا اعمل عمد الجلوجي وبعد كده عملت خطوط المضرب ايه المرحلة اللي بعديها؟ ان انا اعلم على كل نقاط المكشف بمعنى انا هقولكو دلوقتي ازاي نعمل نقاط المكشف يعني ايه نقاط مكشف؟ قلناها في الحلقة اللي فاتت نقاط المكشف هو خط مضرب رقم مثل ربعمية حصل تقاطع بينه وبين خط كنتور ربعمية برضو بحيث رقم خط كنتور مماثل لرقم خط المضرب اتقطع في نقطة عمل لنقطة مكشف طيب هاعلم على نقاط المكشف في الارقام اللي انا رقمتها دي كل الارقام اللي انا رقمتها هاعلم على نقاط المكشف بتاعتها طيب نبدأ مثلا بالخط رقم 200 نمشي كده مع خط المضرب اتقطع في مية لا دي بش نقطة مكشف ومشي اه ده هنا فيه تقاطع ده متعلم عليه اصلا خط مضرب 200 مع خط كنتور 200 ادي دي نقطة مكشف وبعديها برضو نقطة مكشف طيب قطع خط مضرب 300 لا دي مش نقطة مكشف خالص طيب ربع مية طيب خمسمية اه يبقى الخط ده مفقوش اي نقطة مكشف تاني طيب الخط رقم 300 في الاول قطع خط 100 بعد كده متين بعد كده اه 300 ده نقطة مكشف علمت عليها اهو يبقى خط مضرب 300 مع خط كنتور 300 اتقطع في نقطة اسمها نقطة مكشف وعلمت عليها طيب اتقطع مع بعيد خطوط كنتور مفيش واحدة منهم 300 يبقى الخط ده برضو مفيهوش نقطة مكشف بعدين نيجي للخط 400 سيبنا من المية خالص اتقطع مع عمتين ماليش داعوا بيها برضو مع 300 اه اتقطع مع ربع مية اعمل ايه هعلم على نقطة المكشف دي بقى دي نقطة مكشف عندي دي بقى نقطة مكشف وبعدين ده اتقطع مع خطوط كنتور مفيش واحدة منهم بربع مية تاني يبقى حملت كده خط المضرب ده خلاص بعدين هاجي للخمسمية تقطع مع خط كنتور 500 يبقى اعلم عليه برضو 500 نيجي للخط 600 تقطع مع خط كنتور 600 ودور الخط ده هل في نقطة مكشف تانية او لا تقطع في الاول مع مية مع عمتين لو لقيت ان خط المضرب ده رقم 600 وتقطع في نقطة واتنين اعلم على النقطة والاتنين دول ونيجي لخط 700 تقطع في نقطة برضو طيب وبعدين ها في نقطة نقصة ولا لا مثلا انا هعتبر ان انا خلصت خلاص نقطة المكشف هاعمل ايه بعد كده هاوصل ما بين نقطة المكشف وهنقع في غلط دلوقتي وهنعرف ليه ازاي اوصل ما بين نقطة المكشف دي المرحلة اللي بعدها انا دلوقتي علمت على نقطة المكشف اولا انا نسيت اقول لكم برضو قبل اي حاجة هو انا دلوقتي بعمل في طبقة ايه في المسألة انت هتعرف برضو ان تلات نقطة اللي كانوا موجودين في اول مسألة دول قبل ما اعمل بيئة النقط قال لي مثلا في المسألة انه على مكشف السطح السفلي للحجر الجيري تمام يبقى اعرف ان انا كل ده بعمل في طبقة الحجر الجيري وهنعرف ازاي تعمل الطبقات تمام دلوقتي هاعمل ايه هاوصل ما بين النقطة